منجور جداً، ما فأبدأ منين والله ملفات كتير قوي يعني نبدأ بنهاء دوري الأبطال وفكرتنا العودة للزهاب والإياب يعني نبدأ من النقطة دي يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أعزا أقول له أرادكم من كارات الكاف اللي طلعت الأخيرة دي كلها بصراحة يعني كل ما الكاف يطلع كارات بيبين قديه هو فوضوي تماماً عشوائي جداً بيثبت طول الوقت أخطاء المسؤولين عن الانتحاد الأفريقي للكرد القدم واللي بالمناسبة بتثبت صحة موقف النادي الأهلي أكبر دي لعلكده عودة نظام الزهاب والإياب بسبب الجدل اللي طبعاً كان حصل على مباراة تتمنى مقترحات الأهلي أصلاً بالضبط لأنه هو أصلاً هما لما في الأساس لما الكاف أقرب القصة دي من ثلاث سنين يعني بيحاول يوازي موضوع يحاكي طبعاً اللي بيحصل في أوروبا دوري أبطال أوروبا لكن هو مش ياخد باله أن دوري أبطال أوروبا أن كل مدن أوروبا بتتنقل الموطنين بتتنقلوا داخل أوروبا بدون تأشيرات بدون مشاكل للمدن قريبة جداً من بعضها القطار من مدريد لروما لباريس الدنيا سهلة شوية ساعتين زمن بيكون في الدولة التانية والأمور سالسة لكن طبعاً ده ما بيحصلش في أفريقيا أفريقيا أصلاً قارة فقيرة جداً التنقل فيها صعب ما فيش الأطراطة فيش الكلام ده لازم تيرانه لازم تأشيرات وقصص كتيرة جداً وفي مشاكل في غرب أفريقيا لا في الجنوب لا الشمال لو مش عارفين يعني دايماً فيها مشاكل فما ينفعش تعمل ده بالإضافة أن أنت النهار ده مثلاً زي نهاء دور عبط الأوروبا لما حصل مثلاً في باريس ما بين ليفربول وريال مدريدة هتلاقي جمهور الملعب لازم يكون مليان حتى لو ما كنتش فيه من أسبانيا أو إنجلترا أو من ليفربول يعني هتلاقي الجمهور الفرنسي عايزي يحضر لكن احنا هنا لما تعمل مباراة ما بين مثلاً زي السنة اللي فاتت النهاء اللي كان ما بين الأهلي وكازر تشيفز في ملعب مركب محمد الخمس بدون جمهور أية نعم طبعاً كورونا وكده لكن برضو ما كانش الساعة كاملة أو مش الساعة كاملة أنت مش هتلاقي جمهور كتير بحكم أن المباراة على أرض محيدة ده بيضعف البطولة فكان لابد من العودة لنظام الزهاب والي فإذن الكاف بيأكد أنه كان خطأ يعني هو بيأكد على أنه كان مخطأ ما كانش فيه دراسة لقرارات للأمور صحة وده بالمناسبة مش بس في دور أبطالي يعني مثلاً أول قرار خده هو تأجيل كسلمة الأفريقية من منتصف 23 ليناير 24 بحجة أن الأمطار في جود دفور في فترة دي تبقى سيول والمناخ مش مناسب طبعاً أنت اكتشفت دلوقتي المناخ مش مناسب حاجة غريبة ما هو عطول ستة وسبعة كده أمطار بالزبط يعني الصيف دايماً في غرب أفريقيا بيقى في سيول وأمطار المناخ ما فجئناش بالزبط يعني حاجة غريبة جداً ده التأجيل الرابع لأهم الطولة في قرارة الأفريقية كاسولونة أفريقية التأجيل الرابع في آخر بطلتين يعني كان متفاهم منهم تأجيل واحد بسهل هو كان بسبب كورونا من عشرين لعشرين وحد وعشرين عفوا من عشرين وعشرين لعشرين وعشرين اللي كانت في الكاميرون لكن دائماً دائماً فيه تخبط مش بس كمان بيأكد كمان برضو على تخبطه وفوضويته مش بس في كاسولونة أفريقية أو في نهائي دور الأبطال لا في كاسو سوبر اللي هي المباراة الشرفية اللي ما بين بطل دور الأبطال وبطل الكونفودور اللي هي السنة دي ما بين الوداد ونهضة بركان المغربين أعلنوا الظهر أن هي هتقام في تنزانيا على هامش كونجرس الكاف في شهر أغسطس وبعدين على آخر نهار أعلنوا أنها هتقام بقى في المغرب لأن الفرقتين مغربين أنتوا يا جماعة يعني طب أنا عندي سؤال يعني يبدو سازج بس هو منطقي أوه؟ طراما سازج يمشي مع الكاف خليبك في حاجة يعني أبعد شوية بكده الاتحاد الدولي مالوش أقول في الهركرة اللي تحصل لا ما هو اللي عامل ده هو اللي عامل ده عاز أقول لأ حركة ليه بيحصل الكلام ده في أفريقيا خلينا بس أقول قبل ما أجابع حركة على السؤال ده في حاجة رابعة أكملها في نضم الكارات دور السوبر الأفريقي اللي هم مزمع إن شاء الله أنه يبتدي السنة اللي جاية في أغسطس 23 أصلا نظام غلق فين الملعب؟ لا لا دور السوبر ده بطولة مش كاس السوبر أنا أتكلم كمان على كاس السوبر فين الملعب بالضبط نحن كنا بنتكلم أنه في الصبح أو بعدين نجراجوا عنها المهمة يعني علينا ده تخبط عادي دور السوبر بيقولك عايزين يعملوا لبطولة الأكبر بقى الجواز بتاعتها 10 مليون دولار مش 2 ونصف يعني عشان يمحي دور أبطال أفريقيا هو ليه بيعملوا البطولة دي هو أخدين أفريقيا حق لتجارب لأن البطولة دي رفضت في أوروبا اليوف قال الأندية التي تزعمت ديه كان ريال مدريد وبرشلونة واليوفينتس والميلان الخبار في القارلة الأوروبية لما حاولوا يعملوا كده اليوف هدد أي فريق يشارك في ده هيتم استبعاده من بطولات اليوف لا ما هو أنا بقول لحركة الإجابة هم خلونا حق لتجارب جرب فينا الأول نفع نفع نجح نجح في أوروبا ما هو نجح فشل خلاص ما إحنا كده كده نحن كده كده من قيمة يعني كأفريقيا يا أيما أنا بقول لحركة الحقيقة اللي هي حركة سألتوا سأل هو بتاع التحاد الدولي هو التحاد الدولي أصلا هو يعني إيه واخد أفريقيا دي تاحتباطه ليه تاحتباطه له سبب بسيط جدا لإما لما بتيجي انتخابات الفيفا كل أربع سنين جانا أم فنتونو أو أي حد تاني هو مش هتفرق ما يهموش أو يسطر على أوروبا لأن أوروبا 55 اتحاد 47 صوت أو 46 صوت فيعني الدنيا هنا محتاجين لا سبب أدعى أنه يبقى أراضي 46 و 47 صوت لا هو بيسوق 46 و 47 أو 54 عفوا 46 دي أسيا ما هو مسيطر على أسيا أفريقيا كان الرقم مش العدد ده لازم يقامردي بقرارات الكاف ما هو بيراضي أنا أقول له أحرك على حاجة يعني في مهزلة حصلت في انتخابات الكاف الأخيرة اللي فاز بيها متسبيه لما كان ناس بتترشع انتخابات يعني إيه أنا بتترشع وراج بتترشع والناس بتنتخب ما كانش في انتخابات كان فيه مصرحية هزلية جرت على أرض الرباط ساعتها في المغرب الرجل الجاني أم فانتينو عمل طوافق كل الناس اللي دخل ضد بعضها عمل طوافق كانوا خمسة مثلا على الرئاسة أو أربعة خلاص انت هناخد ده رئيس وانت نقب رئيس أول وانت نقب رئيس ثاني وانت نقب رئيس ثالث رابع خامس أنا دخل ضدك على مقعد مش عارف انت هندي المقعد لده وانت هتاخد مش عارف رئيس ايه يعني هو عمل طواق ما كانش فيه انتخابات خالص يعني كانت انتخابات بلا صندوق عمالها كانت مهزلة طبيعي انتوا جعل ده إحنا حضرين بالزبط هو بقى بيجرب اترفضت في أوروبا وجاني أم فانتينو نفسه ما قادرش يفردها على أوروبا لأن أوروبا ما قادرش يفتح بقه معهم الناس بياخدوا حقهم فجاء عندنا في أفريقيا خلاص مررها مررها نشوف نجحت هتعد ما نجحتش خلاص هي فاشلة نرجع تانية حتى النظام نفسه والبطولة هتفشل يعني قبل ما تقام بعد سنة من الآن أنا عزيزة لحركة البطولة نظامها فاشل أساسا يعني معمول الدور الصبر الأفريقي ده ده محتاج بصراحة أن حد يمنعه قبل ما يبدأ لأنه هو بيقول لك هاي باربعة عشرين فريق متوزعين جغرافي الشمال ليه تمانية والغرب والوسط ليه تمانية والجنوب والشرق ليه تمانية أصلا ده غلط لسبب لأن لما تجي لدور أبطال أفريقيا وكونفدراليا آخر بطولة تخيل في دور الدور الثمانية اللي هو كانتما في فرق على القارة كلهم ستة منهم من شمال أفريقيا وكونفدراليا خمسة منهم من شمال أفريقيا يعني 11 فريق من شمال أفريقيا من بين 16 يعني أنت عندك هنا أهل وزمالك طرج ونج وداد ورجاء مش عارف شباب بلوزادو وصف فرق قوية جدا بيخلاف طبعا أندية ليبيا وإذا اشترك حدي كمان معهم كان مصري كان برامد زف الكفر لكن مثلا تجي في غرب أفريقيا أقوى فريق هو الكتن الكامروني تخيل أقوى فريق عندهم الكتن الكامروني تنزل في الجنوب هتلاقي أقوى فريق ساندونز ويدوب مع أورلندو اللي هو سنو لكن مثلا أندين زبابوي على عين وراسي أندية مظبيق تخيل ما فيش تكافؤ حرب دروس هم عشان يطلع منهم خمسة يكملوا أو ستة أي أن كان يعني النظام وفي النهاية جايب لي في الآخر أندية مظبيق وزمبابوي ومش عارفين اللي هم الدنيا سهلة خالص فما فيش أي تكافؤ خالص النظام خاطئ تماما 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 توزيع خاطئ بداية سيئة فهي هتفشل هالبطول هتفشل لأنه أصلا درب نحاول اللي ديز محسن النهاردة جاي لا ما هدي حقيقة بس هم بيعملوش كده هم عارفين أنها هتفشل هم عارفين اللي بعملوه غلط وعارفين أنه هم لما أصنع المباراة للملعب محمد الخمس بعد مباراة النهائي بعد مباراة نصف لا معتقيتش أستاذ محسن هم عارفين اللي بيعملوه غلط لأنهما تلعوا وبرروا هم قالوا لك احنا عملنا اللي علينا وإحنا أعلننا وقلنا قدموا الطلبات وقدموا اللي مشاهد جوابات هم بينفزوا التعليمات ده هي بقى السيناريو الغامض هي هي أفريقيا اللي بيقدر تعملو فيها عملو براحتك محدش بيعمل أي حاجة محدش بيعمل أي حاجة يعني اللي انت عايز تعملو عملو مش الضهر يعلنوا أن نهاء السوبر أو مباراة السوبر الأفريقي في تنزانيا على هامش الكونجرس الكاف في الشهر أغسطس القادم وبعدين على بالليل يتدخل فوز الأقجع لا لا هتبقى في المغرب عشان ليسافروا الدول والأندال والمنتخبات المتضررة من كل اللي حلم نتكلم ده مفيش حد يقف وقفة كده ويقول الخبرية قارة مثلا وقف النادي الأهلي هو كبير القارة الأفريقية وعمل الكلام ده وفي النهاية مش أكتر منه يعمل كده والناس عندهم حق ويمكن الصورة كتوضحة بالفيديو للجمالة كابتن الخطيب رئيس النادي الأهلي لما كان أقل مع جاني أمفانتينو ومع متسبيئة سنودفير ده مش عادل في النهاية معلش يعني الطبطب على الكابتن الخطيب بس هما هو النادي الأهلي عمل عليه يعني خلاص يعني ساكل بالزبط طبعا في النهاية هيعمل إيه هيعمل إيه أكتر من كده هيخطب مين هيخطب جاني أمفانتينو يعني يعني سوريا في اللفظ حميها حرميها يعني يعني بتتقال كده أنا يعني المتضرر مثلا أو الجانب الآخر اللي هو الكاف مثلا الأهلي كان واخده خصم أو رديع جاني أمفانتينو هي بتمشي كده على طول فللأسف القارة للأسف موبوءة قرويا للأسف الشديد جدا والكاف واخدها كده يعني وبعدين يرادوا الناس مليون دولار لتطوير مش عارف من أي كلام طبعا في أي كلام